سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة وبصلي بركات الرب وسلامه معاكم النهار ده وانه يحفظ قلوبكم وعقولكم في محبته في اسم يسوع بشكركم وبرحب بيكم كل مشاهدينا على الفيسبوك صفحات قناة الحياة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب كمان وبشكركم على صلواتكم ومشاركاتكم لحلقاتنا وتواصلكم معنا قبل ما ابتدي حلقة النهار ده عايزة ارجع اذكر المشاهدين عموما انه يوم 18 نوفمبر هيكون اول يوم علامي للصلاة من اجل العابرين واحنا بندعوكم كلكم انكم تشتركوا معنا في الصلاة من اجل هذا اليوم ده يوم تشتركوا فيه ككنيسة في الصلاة من اجل العابرين العابرين يشتركوا في الصلاة من اجل الكنيسة ومن اجل عائلاتهم ومن اجل الخلاص اللي احنا منتظرين انه يكون في وسط اراضينا انا بدعوكم كلكم انكم تدخلوا على الويب سايتز اللي حتتحطوا قدامكم على الشاشة في الاعلان القادم وانكم تشتركوا في الصلاة حنكون كمان معاكم يوم 18 على الهوى على القناة بنشارك اجزاء كبيرة من احداث اليوم ولكن ايضا طول اليوم حنكون بنشارك على اليوتيوب وصفحاتنا اختبارات ومشاركات بالصلاة بشكركم وبتمنى انه يكون ده على الكالندر بتاع كل واحد فيكم خلينا نشوف الفيديو 18 نوفمبر 2020 رح يكون اليوم العالمي للصلاة لأجل المؤمنين بالمسيح من خلفية اسلامية اللي هو انا واحد ايضا منهم ونحن اكتار في هذا العالم عايزين ندعيك انك تشارك في الصلاة معنا ولأجلنا ولأجل كل المؤمنين بالمسيح وعايزين نقولك من داخل اعماق قلوبنا انت مش وحدك امين حلقة النهاردة بعنوان الصيد في مياه عكرة وموضوع الحلقة الحقيقة هتفهموا بعد شوية ليه داخل فيه موضوع الصيد في مياه عكرة دي النقطة الاولانية اللي حابة اتكلم فيها يعني هي عرض لفكرة شيزوفرينيا الاسلام وبعدين النقطة التانية حنشوف العلمانية والارهاب وفي الاخر نتكلم عن سؤال موضوع هل فصل المسيح بين الدين والدولة في المسيحية هل في حاجة اسمها سياسة في المسيحية ايه رأي المسيح في دور المؤمن في بلده العالم لحد دلوقتي يعني مازال بيئن من اثار الهجمات الارهابية اللي حصلت في فرنسا واوروبا عموما نتيجة على الحملات الدفاع عن محمد حملة الا رسول الله دي مازالت بتتصدر خطب وتويتات ومنشورات القيادات الدينية في معظم العالم وايضا معظم القيادات السياسية في العالم العربي بيتكلموا بشكل مختلف شوية يا اما بشكل مباشر زي مثلا اردوغان ده الا رسول الله وحربه وحنعمل وهنسوي وتشجيع للارهاب بصورة مباشرة البعض بيقدم شوية استنكار على يعني بيحاول انه يماين اموره مع الدول الغربية لكن دائما ما هتلاقي ان هناك شجب لاي حاجة تمس الدين الاسلامي او محمد وفي درجات معقولة من الامر ده من حق الانسان يعترض ويقول لا يعني اتمنى انكم تحترموني او تحترموا ديني او لا تسيقوا الى الدين بهذا الشكل ولكن الاصوات العالية اللي بتصرخ بالاستنكار الشديد اللي بيؤجج نفوس الناس على انها تاخد خطوات من المقاطعات للارهاب الفعلي بقى اللي على الارض مازال واضح جدا لحد دلوقتي الارهاب مازال بيضرب الدول الاوروبية بشكل واضح وشوفنا في الايام الاخيرة مثلا حدثة النمسا خلينا نشوف الصورة اللي جاية دي من التويتر بتاع الدكتور خالد منتصر الارهابي اللي قام بحادثة النمسا دي يعني ولد في العشرينات من عمره من موليد النمسا وبيحمل كل اسلحة الكراهية اللي بينا في الصورة والواضحة في اللي عمله واللي كان في قلبه فعلا الترجم اللي تعلمه بيحمل كل اسلحة الكراهية دي ضد ابناء بلده وبعدين يطلع داعي شعل المسئولية والفخر باللي عمله هذا الشاب الحقيقة ان اخترت ان انا احط ده من التويتر بتاع الدكتور خالد منتصر لسبب لانه دائما ما هتلاقيه هو وغيره الكثيرين من الناس المعتدلين في الفكر اللي بيحاولوا يقدموا فكر يعني ينقي افكار الشباب من السموم اللي عملين يتلقوها من الشيوخ دي فدايما هتلاقيه بيتكلم ضد الارهاب على انه ارهاب ضد الخطأ على انه خطأ ضد انه الدين يعني يعوم كل القوانين او يتدخل في القوانين لانه غلط لانه في ناس مش عايزة ده يحصل في بلادها لانه البلاد المتقدمة بتتقدم لما يفصلوا سيطرة الدين عن الدولة فانا اخترت التويتا دي لسبب حنشوف كمان السبب ده هيوضح في بقية الحلقة على الساحة الاسلامية عموما بنشوف الشيوخ بيؤججوا مشاعر الناس وبعدين بعد كده نشوف استجابات من الناس دي زي ما قولنا في الحلقات اللي فاتت شوفنا في فرنسا استجابات وانجلترا والنمسا وكندا كمان حصل كذا هجوم ارهابي وفي ناس طلعت قالوا ده هجوم ارهابي اسلامي منهم فرنسا ومنهم انجلترا وفيه كمان النمسا لكن كندا مثلا لا قالوا ان ده هجوم ارهابي لكن محطوش عليه حتة اسلامي دي كل واحد بقى ومصلحته كل واحد بيشتغل مع مين اكتر كل واحد مليان يعني او مصلحته بتزقه ناحية مين فانا شايفة مثلا ان كندا عدم تصرحها بدا انه هم خايفين لحسن المسلمين يقطعوهم هم كمان او يحربوهم بنفس الطريقة لكن المهم في الموضوع ان الموضوع ده لسه مستمر وفيه تأجيج لمشاعر الناس والاساس فيه شيوخ المسلمين مين المحرد ده السؤال المطروح امامكم النهاردة نخلي بالنا في حلقة النهاردة هيكون فيها معلومات انا يعني بشجعكم انكم تخلوا الله يعلن لكم الحقيقة قلنا قبل كده كتير انه المعلومات اللي بيتلقاها الانسان المسلم العادي من التطرف الاسلامي الرهيب الى الشيوخ اللي بيدعوا الاعتدال مثلا والوسطية زي الازهر مازال يضع هذا الانسان فيه يعني مكان المتلقي الشخص اللي ما عندوش القدرة انه يفكر وياخد قرارات فانا بصلي ان النهاردة تعرف وتعرفي ان عندك فرصة تاخدي قرار عندك فرصة للتغيير عندك فرصة تغيري الصف اللي انت واقفة فيه مش حد يقول لي كعفي هنا توقفي هنا او حد يقول لك كعفي هنا توقفي هنا الصيد في ماء عكر دي عبارة مشهورة كنا بنسمعها كتير وانا بصغيرة ما كنتش عارف يعني ايه بيستطفى ماء عكرة دي يقول طب ليه هيوقف يستطفى ماء عكرة هيشوف السمك ازاي مثلا يعني فهمت بعد كده ليه الناس بقى بتكررها وفهمت بعد كده لما كبرت ان الناس ممكن تقولي الكلمة دي وهي سيباها معنى مفتوح في الاصل الكلمة تعبير عن حاجة بيعملها السمك فعلا السمك يعكر الماء وهو ماشي يمشي في التراب كده يعكر الماء علشان يستخبى من الصياد او من السمك الكبير وهكذا نوع من الحماية ليه ومايتعرفش مين اللي عملها زي احتيال على الامر وبعدين الصياد بقى اتعلم انه يعكر الماء علشان السمك يدخل الشبكة انا عايزاكم تخلوا الفكرة دي في ذهنوكو شوية الحقيقة انه المثل ده استخدمه الشيخ عبدالله رشدي في حلقة في برنامج اسمه في المنتصف وهنا بقى في الفيديو ده حنشوف الشيزوفرينيا الاسلامية على حق عايزاكم تسمعوها بودانكم من لسانه هو وانا الحقيقة بسمع الفيديو ده انا كنت مش مصدقة نفسي هو بيكلم على مين يعني ايه حاجة تانية هتلاحظوها انه يلقي اللوم على غيره على طول فانت انا اندهشت لانه كلام اللي هو بيقوله الناس بتقوله على الاسلام نسمعه بوداننا ونحلل الكلام ونسأل نفسنا الشيوخ اللي زي عبدالله رشدي الموجودين على الساحة المعددين من الناس اللي عندهم الاف الناس اللي بتتبعهم بيدوكم اكاذيب لا تستلموا اكاذيب ارفضوا هذه الاكاذيب ابحثوا في الكلام بيقولوا عبدالله رشدي وغيره وكل واحد بطريقته وكل واحد على قده كيه الفيديو ده حيدهشكم وانا قررت يستخدمه لانه مثل على المنهجية في تسميم افكار الناس نشوف كده المقطع الاول تفضل لا يجوز لك ان تعتدي على ديانات غيرك ايوة بس انا لا اعتقد صحتها قالك والله لا تعتقد صحتها ده شيء لكن ده عدم اعتقادك لصحتها لا يدفعك ان تتطاول عليها ولا على اصحابها احترام الاخر حضرتك راكب عربية مركد سين انا راكب مركد صاد انا بحبش مركد عربيتك ما بحبش البراندني ما حبش الموديل ده اروح جايه مكسرها لك ده مش منطق كون ان انا بحبهاش دي حاجة وكون ان انا اعتادي عليها دي حاجة تانية احترام اختيار الاخر الله يفتح عليك فالدين الذي اتى وقرر احترام اختيار الاخر هو الاسلام انا عندي حلة انبهار واكيد اخواتنا اللي بيسمعونا النهاردة حيكونوا يعني موافقين او عندهم نفس الاندهاش واحد الشيخ عبد الله بيقول كده انه لا يجوز انك تعتدي على ديانات غيرك ازاي ازاي اذا انت يعني انت نفسك اكتر واحد بيتكلم عن انه عن المسيحيين وبيتكلم عن اليهود وبيتكلم عن الكفار يعني انت اكتر واحد بتتكلم في الموضوع ده بتتكلم عن اختيارات الناس يعني حتى ولو كانوا لدينيين بشكل في منتهى الاستهزاء الشيخ ده على فكرة من ضمن كلماته المعلومة عنه انه بيستخدمها مثلا اللي تلأدب بتاعت الناس دي يعني محدش بيتكلم كده على الغير قدك بصراحة يعني فانت عندك هدف من الفيديو اللي انت حتطولنا ده بيقول كده الحاجة الغريبة بقى انه انت ده انك لا تعتقد في صحة الدين بتاعي وبيتكلم على نفسه بقى الانسان المسلم المظلوم يعني اللي الناس بتقوله ان دينك غير صحيح ده لا يعطيك اللي يعطيك الحق انك تعتدي علي او تتطاول على اصحاب هذا الدين ويمثل نفسه بقى بالعربية انت الدين ده زي عربية انا ركبها اذا انت مش عاجبك ما تكسرها ليش انا ما حبهاش حاجة واكسرها حاجة تانية مش كده انا منبهرة جدا بالكلام اللي بيقوله لانه ده بالتحديد اللي بيعملوه شيوخ الاسلام ويقولك انه الدين اللي قتى باحترام الناس هو الاسلام وده يعني الشيخ عبدالله هنا عايزي يوهمنا ببراءة الاسلام وكأنه الاسلام هو المعتدى عليه دايما وكأنه ما فيش اي اصرار من شيوخ الاسلام وحضرتك منهم انهما مثلا يسمونا كفرة او يصروا ان ان الاسلام جعلهم هم الاعلى علينا فاعطاهم الحق انهما يسودوا ويغزوا ويفتحوا البلاد غزوا واكبارا وقتلا في سبيل نشر الدعوة انت دلوقتي بتحسن الكلام شوية عشان ما عندكش ادوات الغزوة لكن انتو كل يوم عندكم غزوة بشكل اخر غزوة تقولون فيها روحوا وتقولوا للمسلمين فيها خلفوا عشان تغزوا البلد عشان تقتاروا فتمسكوا البلد مثلا او غزوة تقولوا فيها للمسلمين غيروا القوانين بتاعت البلاد اللي انتو عايشين فيها لا تقبلوا ده دي الحاجات العادية يعني اللي موجودة في الدول الاسلامية كلها يعني في الدول الغربية كلها اللي انتو موجودين فيها يعني بنشوف المسلمين في في اوروبا وهما ماشيين في الشوارع وحط اللبسين اللبس بتاعهم بالنقاب والجلاليب والجاكتات القصيرة والحاجات العجيبة اللي بيلبسوها في قسط دولة متحضرة وماشيين بالاعلام السودة وبعدين واحدة ست تكون ماشية مش لابسة حجاب او لابسة لبسة عادي يقولولها ما تلبسيش ده هنا وانتي كافرة وكلام ده كله انتو في بلادهم بتعتدوا عليهم فانت بتتكلم عن اي مين اللي بيعتدي عليك الدول الاوروبية مثلا في فرنسا وماكران وحديث ماكران على الاسلام ده بيتكلم على اعتداءات حصلت فعلا ضد شعبه عملها الارهاب الاسلامي الحقي لكن ده مش كفاية يعني ده مش هو ده بس المشكلة الكبيرة في كلام الاستاذ ده سؤالي الاستاذ عبدالله ادعائك ان الدين اتى باحترام الناس ده مثلا كمثل يعني داخل فيه اخرجوا اليهود والنصارى اللي قالها محمد قبل ما يموت كان عايزي يتأكد انه الناس دي تفصل تقطع تنتهي اصله النظرة الديقة اللي كانت في الحقيقة عند محمد قالك لو انا نهيت على اليهود هنا وزرعت هذا الكر والقراهية لليهود والمسيحيين في قلوب اتباعه فافتكر انهم ما يعني شرزومة ولا حاجة حينتهوا حاجة بسيطة يعني كده من الناس وينته لكن انت لا تستطيع انك تكسر خطة الله بسانة دلوقتي بتكلم على انه يعني الكذب في ادعاء عبدالله رجدي ان الدين الاسلامي اتى باحترام الناس انت عندك قصص بيتعامل فيها محمد مع البشر الجمه وامنه به طب بلاش دي خليني اقولك يعني حاجة جات في ذهني دلوقتي اقولها عنده قليل من الفهم عندما يغفر لانسان شركوا بالله او سبوا الله ولا يغفر لي سبوا محمد اين احترام الناس في ده اين احترام الله في ده او غلطوا في محمد او كفروا يعني يعني مغلطات كتيرة جدا هل اصرار محمد على اخراج اليهود والنصارى يعني دائما احنا يجب نروح كده نبتدي من الاصل على الاصر دور يعني اصرار انه محمد يخرج اليهود والنصارى من الجزيرة العربية الم يكسر ذلك نظام حياة جماعة من الناس وجزء كبير من المجتمع في الوقت ده ده حقيقي ولا لأ المجتمع في الجزيرة العربية كان جزء كبير منه اليهود ما كانش فيه مسيحين كتير لكن كان فيه يهود كتير كان فيه قبائل كلها يهود كسرتوا حياتهم يعني فضل يحارب فيهم ويخرجهم واحد واحد علشان ياخد فلوسهم ويطردهم من الجزيرة العربية هو ده احترام الناس على حسب دي بقى ايه الشيزوفرينيا الاسلامية ايضا بقى نظام القاء اللوم على الغير ده اللي انا عايزك وتنتبهوا لي شوي الحلقة دي مش عن عبدالله رشدي لوحده عبدالله رشدي اداني بس مثل يعني ممتاز لتسميت الموضوع اللي هو بيعمله ده بص العصفورة هو حاب بس يقولك ايه بص العصفورة اهو احنا اللي متهدين وانتو لا بص العصفورة العلمانين كذا هتشوفوا دلوقتي كل بص العصفورة بتاعته لكن النظام القاء اللوم على الغير ده واضح جدا في التعاملات المسلمين مع غيرهم واحد بيقولك بلاش تيجوا تقتلوا الناس بتوعي فانت تقوله انت الجاني عشان انت عندك في بلدك بتوتيح الحرية للناس انهم ما يتكلموا ضد الاسلام ده مش بس كده ده نحفر النظام اسلامي على العالم كله بيقول انه محدش يقدر يتكلم ضد الاسلام الكلام بتاع الدكتور عبدالله الشيخ عبدالله ده بيسموه في باللغة الانجليزية ديفلاكتنج فيعني ايه ديفلاكتنج دي انك تلقي اللوم على غيرك بصورة زي ما تقول كده تصرف النظر عن الشيء بالتحديد كده اسمها انت عملت حالة قوة انحراف روح تواخد الموضوع مدخله في حتة تانية عشان الموضوع يتغير وتطلع انت منه ده بقى بص العصفور خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده لما ربنا سبحانه وتعالى قال وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُنِي اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدُوًا بِغَيْرِ أَلْمٍ يعني فيصبوا اللَّهَ عَدُوًا بِغَيْرِ أَلْمٍ يعني هتبضل بقى المسبة والشتائم رايحة جاية بنا سجال نقعد نفرش لبعض الملاية ونردح لبعض الإسلام لا يقبل هذا الأسلوب عفواً من الردح المتبادل صحيح ولا يرضاه ويأباه ولذلك لا تجد الإسلام أبداً كان يسب هؤلاء الناس أو يعني كان المسلمون يخرجون لسبهم وليسب أديانهم إنما كانوا يناقشونهم الفكرة بالفكرة ويقارئونهم الحجة بالحجة خليني أمشي معاكم واحدة قال لك ربنا قال لا تسبوا الذين يدعون من غير الله فيسبوا الله عدواً بغير عين مش كده ونفرش لبعض الملاية ومش هتلاقي إن الإسلام أبداً يقول لك مش هتلاقي إن الإسلام أبداً يسب هؤلاء الناس ولا يخرج لسجالهم إنما كانوا بينقشوهم الفكرة بالفكرة والحجة بالحجة لازم هنا في الحتة دي بقى إيه أقرى لكم حاجة مش من عندي يعني إيه ده أنا هقرى لكم بلا تعليق في واحد في إسلام ويب بيسأل بيقول كده يعني بيسأل عن الحديث اللي أبو بكر بيقول للناس اشتموا بالألفاظ البديئة أنا حاول أنا أتجنب الألفاظ البديئة أنا فرد بيقول الحديث ده صحيح ولا لأ ينفع ولا لأ نستخدمه ولا لأ لو كان الكلام اللي مكتوب هنا في الفتوى دي مش صح حضراتكو شلوه من على كل فتويكم اللي موجودة وكل كتوبكم اللي موجودة لكن الكلام ده بيقول اللي بيقوله الشيخ عبدالله رشدي ده بص العصفورة ده كلام مش صح وكلام كله تلفيق وكدب علشان يقولك بصوا إحنا الحجة بالحجة يعني أنا أتمنى إن أنا أشوف حضرتك مثلا أنت جيب لي حديث أو قصة عن محمد قاعد يتكلم مع الناس وقلهم الحجة بالحجة من غير ما يقولهم حتتحرقوا مش كذا وحجئتكم بالزبح كل مرة وقف فيها محمد يتكلم مع حد كان فيها في الآخر أنا جئتكم بالزبح إذا ما سمعتوش هيحصل لكم كذا في كل مرة كي الرد بقى على الشخص اللي بيسأل على صحة الحديث بتاع شتيمة أبو بكر ده والمقارنة بالحديث اللي محمد بيقولهم تكلموا بطريقة كويس هقراركم فبيقول كده الحديث روال بخاري وأحمد في مسنده عن كذا وعن كذا قال فأتا أي عروة ابن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي نحو من قوله لبديل فقال عروة أي محمد رأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اكتاح أهلك قبل أهله قبلك والمهم يعني بقيته فقال له أبو بكر كذا روح اعمل كذا في كلمة أبيحة جدا أنا ما بقولهاش ومش حاول في الإله بتاعك شتم الإله بتاعك نحن نفر عنه وندعو وإيه بقيت الحديث قال الحافظ وكانت عادة العرب الشتم بذلك لكن بلفظ الأم فأراد أبو بكر المبلغة في سب عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمه يعني الشتيمة دي كانت الشتيمة للأم بالأم بطريقة مش كويسة أفدا فهو رح بقى مع الله رح واخدها من الأم لشتم الإله نفسه ده أبو بكر أول المسلمين أصدق الناس وأقربهم لمحمد وحملوا على ذلك ما أغضبوا به من نسبة المسلمين إلى الفرار وفيه جواز النطق كذا وكذا فده بيقولك إنه ده بيقول إنه يجوز إنك تنطق بالألفاظ دي بما يستبجأ من الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه ما يستحق به ذلك وقال إن ابن النمير في قول أبي بكر تخسيس للعدو وتجذبهم وتعريض بإلزامهم من قولهم أن اللات بنت الله أوكي هنا الشيخ بيقول إنه ده كان رد علشان يقولهم أنا بعلي عليكم أو أنتوا بتقولوا إن إحنا بنفر ممكن نفر ونسيبه ولا لا نلتزم محمد طب أنا بقى هقول لكم كذا أوكي فيعني أنا مش شايفة هنا الحجة بالحجة أنا شايفة هنا الشتيمة بالشتيمة ولو إن التانين يعني مش تهمهوش هو اللي بيشتهم وده اللي بيستخدمه شيوخ النهاردة في إنه يقول لك إيه يجوز كده ويجوز كده زي ما تشوف فبيقول إيه ولا تعارض بين وبين نهي النبي في مراواه الترموزي وأحمد عن ابدا مسعود قال قال رسول الله ليس المؤمن بطعان ولا بلعان ولا الفاحش البذيء بدليل قوله تعالى لا يحب الله الجاهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما أنا يعني القرآن بيقولنا أنا ما بحبش إنكم تجهروا بالسوء إلا بقى إيه اللي يعني اللي تغصب عليه تصريح بإن المسلم يمكن أن يرد بكده فما تجيش تقول لي مش سباب ولا لعان إنتوا بتستخدموا يعني الحديث بتاع محمد ليس المؤمن بطعان ولا بلعان ولا يستخدم الفواعش والكلام ده كله هنا ولما يجي الوقت بقى اللي إنتوا تقدروا تعملوا فيه كده بأمان تشتم وتقولوا الكلام اللي قاله أبو بكر وقت الثورة لما طلع الشيوخ يقولوا آه إحنا بنشتم آه إحنا كده النبي قال لنا نقول كده للكفار وابو بكر عمل كذا ومحمد لعن اليهود ما تقولش بس كلام أنت يعني إيه الأمر اتفضح من سنين خليني أخد مكالمة مين معايا الأخت تريز أهلا بيك سلام المسيح معاك هلو سلام المسيح معاك الأخت أماني أهلا أهلا ويحميك ويحميك غير الأذية والقتل والسرقة والاختصاب والزنة يعني فالشيء حلو تردين تشوفهم بيه ما وكو نهائي نهائي أقول هل قد عالم رايح ورا على الشنو أنا دائما أصلي أقول يا رب يفتقدهم يا رب يفتقدهم لا تخلي أحد يبقى ورا هذا الشيطان هل قد عالم كلها رايحة إلى الجحيم حرام رايحة كلهم أولادك أنت خلقتهم افتقدهم مثل ما افتقدت أماني وجعفر والأخونا دكتور يحن والكثيرين اللي يفتقدهم بالتلفزيون أشكرك على قلبك وصلاتك أخت تريزا دائما دائما صليلي أنت همين لأن صلاةك توصل لأنك بيت يسوع يسوع اختارك من الحضيرة التالية طب بنا يباركك حبيبتي خلينا نصلي ساوا يلا خلينا نصلي نصلي ساوا يا رب أنا بشكرك رب أنا بأؤمن على كلام أختي إنه في اسم يسوع تفتقد كل البعيدين عنك رب إحنا بنصلي من أجل أعداءنا خاصة اللي هم بيعادونا إحنا ملناش أعداء فيك لكن المحتاجين يسمعوا كلمتك بقوا أؤمن إنه أنت تفتقدهم في اسم يسوع اليوم برفع أمامك أختي تريزا بشكرك إنه النهار ده قدرنا نسمع صوتها وتشجعنا وبشكرك رب إنه أنت معاها وأنها مش لوحدها لأنك أنت سندها وأنه أنت تعتني بيها وترفعها وتعطيها كل احتياجاتها الروحية والنفسية والاجتماعية والمادية أيضا لكل المجد والكرام أمين أمين يا حبيبتي ربي أمان شكرا على هذا الدعاء الدعائتي شكرا لأن دعاتي يوصل رأسا أنت حبيبتي يسوع أنت من اختارت يسوع وتركتي وتحملت الأذى والاضطهاد والغرب ويعني الكثير ما فيه زي المسيح أخت تريزا أنا ما عملتش حاجة والمسيح ما فيه زي حلوته أبدا في الدنيا بنصلي أن أخواتنا كلهم يشوفوا حلوة المسيح ويعيشوها في اسم يسوع إلى لقائي حبيبتي الرب يبركك فيه سؤال فيه سؤال جالي وأنا بسمع دلوقتي على الفيسبوك بيقول كده هل أنت تعتقدي في دينك أن غير المسيحيين هيدخلوا الجنة وسؤال تاني بيقول لو الإسلام زي ما بتقولي ما كانش هيكون في مسيحي في مصر ده من نفس السائل أستاذ أحمد أستاذ أحمد أولا أنا قدر أقول اللي الكتاب بيقوله لي لكن الكتاب بيقول أنه ما فيش خلاص إلا بيسوع المسيح لكن أنا مش باخد كلمة الكتاب من غير ما كون فهماها أنا فهم الرب بيقول كده ليه وفهم أنه قلب الرب المقابل بقى ليها أنه الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يرجعون أنا لا أعتمد على حكمي الشخصي على حد ولا المسيحي يستطيع أنه يعمل كده والمسيحي اللي بيميز ويقولك أنت تروح النار وأنت تروح الجنة لا يعلم فكرة الله ولا قلب الله أنا عندي حقيقة كتابية عارفة أن المسيح جاء عشان يفداني وأنه هذا الفداء يستحق الانتباه والقبول وتغيير الحياة بالكامل وأعرف أنه قلب الله أن الجميع يخلصون دي الرد على سؤالك من غير المسيح ليس هناك خلاص لكن الله له طرق في الوصول للناس أنا مش حكم عليها ولا أنت حكم عليها قلبه قلبه مش أن الجميع يردها ويروح النار أبدا وده مش هيحصل ده مش هيحصل الجزء التاني من سؤالك بتقول لو الإسلام زي ما بتقولي ما كانش هيكون في مسيحي في مصر الكلام ده مش حقيقي برضو لأنه المسيحية موجودة بقوة الله المسيحية موجودة لأن الله يعني أراد أنها تكون موجودة لأنها هي الطريق للاقترب من الله دي حاجة والحاجة التانية أنه المسيحيين بطبيعتهم ناس مسلمين وعايشين في وسط مصر يحتملوا الألام وبسلام وبيصلوا وبيغفروا وعايشين حياة يعطوا فيها الآخر معظمهم فما كانش هيكون فيه مسيحية دي لا تعتمد على الإسلام ولكنها تعتمد على قوة الله الظاهرة الموجودة في وسط الناس ده مش بفضل منكم يعني أنكم معايشين المسيحيين في مصر مصر كانت أصلا بلد المسيحيين هما الأكترية فيها كان فيها ديان أخرى وكان فيها الناس تانية عايشين بطريقتهم برضو لكن لأنه المسيحية لا تفرد حاجة على الناس مصر كان معظم المسيحيين فيعني الموجودين الآن هم من لم تستطيعوا أنتوا بأي قوة شيطانية أنكم تخلصوا عليهم لأنهم عايشين تحت حماية الله دا وعد كتابي وعد كتابي تاني أبشارك بيه أنه المسيح سيفتقد شعب مصر وسيفتقد أرض مصر وأنه مصر ستكون للمسيح في اسم يسوع دخدني كده بقى في خط تاني خليني أرجع للفيديو اللي بعد كده خليني نشوف الفيديو التالي خلي بالحضرتك أنا مختلف معك قلبا وقالبا بس أحترمك طول ما أنت مسالم لي هاحترمك لكن مش أقبل فكرتك يعني مش هقول أن هي صح وده حق ما تفردش علي أن الغلط بتاعك أقول عليه صح وحقك تعتنق ما أشاء جدا في المقابل زي ما أنا حق أن أنا أعتنق ما أشاء حقك تعتنق ما أشاء لكن ما تفردش علي أن أنا أقول على الحاجة اللي أنت بتعتنق أنها صح دي ديكتاتورية مقيتة وتحكم بغيض أن أنا أفرد على الإنسان أن يكرر بصحة شيء ولا يعترف به ده ظن مبين أجي أطلب منك أقولك قول بالعافية من الحاجة الفنانية حلوة يا أخي أنا شايفها وحشة حلوة لي كالله يسهل لك إنما ما تفردش علي أن هي حلوة معلش لو سمحت يعني حطلب من المخرج إنه يعدنا الفيديو تاني كمان دقيقة يعني عايزت تسمع الفيديو تاني الفيديو ده بيتكلم على احترام المسلمين للناس اللي حواليهم ولا بيتكلم على إنه الموجودين الناس اللي هو بيتكلم عنهم بقى اللي هم غالبا العلمانيين والتنويريين وكده دول بيفردوا على المسلمين إنهم يفكروا بطريقة مختلفة أنا عايزك تسمع وتشوف الكلام ده ينطبق على العلمانيين ينطبق على ناس زينا مثلا العابرين ولا ينطبق على المسلمين اللي انت بتقوله ده ينطبق عليك انت لوحدك ينطبق على المسلمين غير يعني خلاف كل الناس اللي موجودين حواليكم والديانات أنتو الدين الوحيد اللي بيقول إنه المرتد يقتل مش كده أي حد يخرج عن الإسلام أنتو بتسيبوه ولا بتفرضوا عليه إنه يعود مثلا عندي اسئلة كتيرة اسمع كده تاني يعني يريد توطيها شوية وتسيب لي أعلق عليه هو بيكل هو بدايته أنا هاحترمك طول ما أنت مسالم لي وهي دي الأدات الأسلامية مختلف معك قلبا وقالبا بس احترمك هاحترمك لكن مش هقبل فكرتك يعني مش هقول إن هي صح وده حق ما تفرضش علي إن الغلط بتاعك أقول عليه صح وحقك تعتنق في ما أتشاء جدا في المقابل زي ما أنا حق إن أنا أعتنق ما أشاء حقك تعتنق ما تشاء لكن ما تفرضش علي إن أنا أقول على الحاجة اللي أنت بتعتنقها إن تعتنق إنها صح دي ديكتاتورية مقيتة وتحكم بغيض إن أنا أفرض على الإنسان أن يكر بصحة شيء ولا يعترف به ده ظلم بيّن أجي أطلب منك أقولك قول بالعافية من الحاجة اللي أن هي حلوة يا أخي أنا شايفها وحشة حلوة لي كالله يسهل لك إنما ما تفرضش علي أن هي حلوة طب أنا أحب أقول للشيخ عبد الله والأي شيخ مسلم بيسمعني أنا شايفة إن الإسلام مش حلو أنت عايز تفرض علي إن الإسلام حلو أنا عابرة خرجت عن الدين الإسلامي وأي العابرين عموما يعني خرجوا عن الدين الإسلامي وشايفين إن هم عايزين يعيشوا بطريقة مختلفة يا سيدي لا ديني أنتو بتعملوا إيه في الملحدين أنت بتفرض عليه لكل واحد منهم إنه يعيش تحت قوانين هذا الدين حتى هو مش عايزوا طب أقل حاجة مثلا واحد بيقولك أنا مش مقتنع بالدين الإسلامي أنا مش عايز أي حاجة غير إني أقدر أعيش حياتي بالطريقة اللي أنا عايز أغير لي البطاقة أنا مش عايز مسلم في البطاقة بلاش يكون مسيحي مش عايز ملحد في البطاقة مش عايز أكون مسيحي في البطاقة أنا عايز أتجاوز اللي أنا عايزها بتعمل عليه إيه لا انت شرعا شوفوا بقى انت شرعا لا تستطيع تغيير دينك إذن ما تقدرش تغيره قانونا فأنت اللي بتقول للعلماني أنه أنت ما تقدرش تعيش بطريقة اللي القانون والدستور بيتكلم عنها لازم تعيش تحت الشريعة الإسلامية ده بص العصفورة بتاعتك أنت أنت اللي بتعمل كده خليني أخذ مكالم الأخ بن علي من الجزائر أهلا بيك تفضل أهلا وسهلا لا باشا حدثك تقولي يا باشا على أي عرضك بارك الله بيك أنا مش فهم لو حدثك تقدر تتكلم لغة عربية أحب يعني أقدر أفهمك فأولا حتة أنا هحترمك إذا فضلت مسالم ده تهديد وده بيقولك أنا عندي الحق إن أنا أعمل بقى أي حاجة أستخدم أي أداة النقطة التانية ما تفردش علي أني أوافق أعيش بالطريقة اللي أنت عايزني أعيش بيها مين اللي بيعمل كده أنتو اللي بتعملوا كده الإسلام هو من يفرد على غير المسلمين إن هم يعيشوا تحت قوانينه مين اللي عايش المسيحيين في وقت عمر يتنحوا عن الطريق ويدفعوا الجزية ويعملوا كده دخلتوا بلاد العالم ودفعتوهم جزية بتفرد عليهم جزية ليه تفسيرك إنت بقى إنك بتحط حماية أنا مطلبتش منك حماية مثلا النهاردة إنتو بتحموا المسيحيين بتحميهم ليه المسيحي المصري هو زيه زي المسلم المصري فهمني يعني اشرحوا لنا شوي يقولك إيه إنت ما تفردش علي إن الحاجة اللي إنت بتعتنيقها دي إني أقول إنها صح إنت بتفرد على كل العابرين كل الملحدين كل اللادينيين إن هما يقولوا إن الإسلام صح ده مش بس كده ده إنت بتفرد الديكتاتورية بقى المقيتة الحقيقية إنك عايز تفرد على الدول الغربية ملهاش أي علاقة بالإسلام إن هما يعيشوا بطريقتكم بتحربوا لإنكم تدخلوا القوانين الإسلامية وتعملوا شرع إسلامي في الغرب ليه؟ فين بقى الدكتاتورية المقيتة؟ بتاعت الناس اللي بتقولك أنا عايز فصل الدين عن الدولة؟ وفصل الدين عن الدولة ده لا يعني إنه عدم احترام الدين فصل الدين عن الدولة بيقول إنه إنه الدولة العلمانية دي دولة بتمنع تدخل السلطة الدينية في مؤسسات الدولة يعني ما تقدروش تغيروا دستير الدولة ولا قوانين الدولة ولا الأحوال اللي هي بتاعت العائلات الأحوال الشخصية اللي العائلات متبهدلة بيها بسبب الإسلام ولا قوانين المراس ولا قوانين الحياة اليومية ولا قوانين الحضانة لإنه الإسلام يعني هو الدستور الأساسي اللي انتوا عايشين فيه فاكرين حلقات الاغتصاب اللي عملناها وورينا إنه البنت لا يمكن تثبت الاغتصاب عليها لإنه القانون بيحط حسب الشرع الإسلامي شكل الاغتصاب إيه؟ يخالف العالم كله يخالف حقوق الإنسان كلها مين اللي نقدر نقول عليه ديكتاتور هنا؟ ديكتاتورية مقيتة وتحكم بغيد إني أفرض يعني اسمع نفسك يقول لي ديكتاتورية مقيتة وتحكم بغيد إن أنا أفرض على إنسان إنه يعترف بصحة شيء وهو لا يعترف بيه أنا لا أعترف بالإسلام أنت بتفرض علي وعلى كل اللي زيه إنهم يعترفوا بالإسلام بره وجوه وده بقى يا شيخ عبد الله هو الظلم الباين معي مكلمة أخرى سلام المسيح سلام المسيح أهلا بيكي أخت ليلى من لبنان نعم أهلا بيكي أنا دايما بتابعيك وبحب شارك بس مش دايما هاكي بتشجع لا أنا سعيدة إنكم بتشاركوا وبتتصلوا من فضلكوا أي حد عايز يتصل ويشارك بيشجعني أنا شخصيا تفضلين حلو كتبوا اسمي مظبوط نيلة أو نيلة أوكي ست أماني بدي يعني بدي عقب على كلام حضرتك إنه معك مية بالمية حق إنه وقت هيدا الشيخ عم يحكي بهالسمو والرقي يعني إنه مفروض ما يزعلوا إذا حدا حكي عن النبي أو حدا عطي عطي مخالف لرأيهم ما يقوموا يعملوا ويتبحوا يعني هيدا الشيء يعني منتقلم على كتير كرمالهم يعني الفكرة أخت نيلة الفكرة إنه الضعيف هو من يحتاج حد يدفع عنه لكن إحنا مثلا المسيح يقول أنا اللي دفع عنكم أنا القوي أنا حميكم ما حطناش في مواقف إن إحنا نموت نفسنا أو نموت الغير علشان دفاعا عن الله إحنا مش محتاجين نعمل كده مضبوط معكم الإلحاء الله يبركيك شكرا على مشاركتك شكرا على مشاركتك أكثر وأكثر للتبشير باسمه شكرا حبيبتي الرب يبركك أخت نيلة اسمك جميل جدا ربنا يبركك حسنا طيب يعني النقطة دي أعتقد أعتقد نوضحت للشيخ عبد الله نفسه دلوقتي خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده وده بقى الحتة بتاعة العلمانية والإرهاب هذا الموقف يسقط بالمناسبة أقنعة العلمانيين العرب العلماني العربي وراديكاليون بامتياز هو مصمم وديزايند وموجه برموت كنترول إلى انتقادي كل ما هو إسلام يعني هو ما عندهش مبدأ يمشي عليه يعني لو أنت مبدأك مثلا عدم التطاول والسب وقلة الأدب يبقى المفترض على التقف هذا الموقف من الإسلام المفترض كنا نشوفكم بتولوله النهاردة لما أهين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما تطول عليه لكن لكم نايمين شدين البطنية كل واحد قاعد في بيتهم الدفي وهذا الموقف أسقط أقنعتهم وأظهر حقيقتها زي في حججهم وبطلان ما يستندون الكلام اللي هو بيقوله ده هو بيقول أنه العلمانيين اللي صمتوا وما تكلموش دفاعا عن محمد ده بقى أسقط الأقنع أنه هم سكتوا وما دفعوش يعني دي بالنسبة له كبيرة لكن هو لسه اللي عنده بقية فكرة عايز يكملها في ضرب موضوع العلمانيين سؤالي في النقطة دي حاجة يعني أنه هو بيقول أنه العلمانيين دول ناس يعني موجهين بالرموت كنترول للأسف أنه حضرتك يمكن مش واخد بالك أنه الناس العلمانيين دول حقيقة عندهم أفكار وأفكارهم من دراستهم من ثقافتهم من اتجاهاتهم الفكرية والروحية والقلبية الناس دي عندها فكر اللي حضرتك متعود عليه والشيوخ الإسلام متعودين عليه متعودين على ناس تردد الكلام وهي مش فهماه فلما بيقف يسألك السؤال ويقول لك إيدي يعني إيه وده ليه أنت بتقول لسه أنت مش فاهم أنت قازم تسأل المتخصص وأنت كده بتسقط الأقناء لأنك أنت وقفتش تعيت وتولول وتقول إلا رسول الله وإلى الجهاد وتحط علم فرنسا علم لا إله إلا الله على بورج إيفل في فرنسا علشان خاطر تقول فرنسا للإسلام وحطين يعني صورة مضحكة جدا وتحطها النهاردة بس يعني إيه حطها لكم على الفيسبوك يعني حطين بورج إيفل وحطين عليه العالم الإسلامي وواحد ركب حصان تحت واقف يعني الغاز واحد تبقى كده الإشارة دائما إنه أنا جاي أنت في تهديد مين بقى يعني مين اللي بيقدم فكرة الإرهاب هنا خلينا نشوف الفيديو اللي بعده دي بقى يا سوز هاني اللي أنا بسميه الاستياد في الماء العكر إحنا منستغل لحاجة وحصلة إيه بدل ما نطلع نتكلم بصراحة منقول إحنا نرفض وندين ولا نقبل وكلنا يدن واحدة ولا للإساءات اللي نبينا ده الشيء الطبيعي اللي تقال أطلع أقولك لا أصل فيه حديث وآيات هو إحنا مش هنبطل بقى اللعبة على النغمة الحمضانة والاستدهاية المشروخة دي ما خلاص قضية أمرها من زمان واتعرف أن أنتوا اللي عندكم خلل في فهم الأحاديث وعندكم أجندة معاناة جين تطبقوها الأجندة دي هي إيه أجندة الفكر التنويلي باختصار شريد هي تفريغ الدين من مضامينه ومحتوى بس الجملة الأخيرة دي هي تفريغ الدين من مضامين ومحتوى يعني إيه حضرتك الجملة حقيقة يعني هو شاطر قوي في الكلام فيروح واخد جمل كبيرة كده وكل زي الشيوخ المسلمين كلهم يعودوا يعملوا دباجة في الأول ودباجة في الآخر ويحطوا جمل كده يعني هم قصدين أنه هم يعملوا جمل كبيرة كده عشان تفتكر أنه لازم في حاجات كبيرة قوي أنت مش فاهمها بتحصل ده مش حقيق خالص يعني بدل ما تقول كده الكلام ده ممكن تقول مثلا فاندلينا كده إيه اللهم بيستندوا عليه يعني وبعدين تلاقيه رح إيه قافل على الكلام مع الموزيع بيقافل على الموزيع عشان الموزيع كان حيسألوا طب أصلهم يعني يعني يمكن عندهم يعني رأي في الأحاديث الموجودة يقولوا لا 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 دول محتاجين يشوفوا بالنظارة بتاعتنا احنا يعني أنت مش بترد عليها أنت بس بتقولهم أنت مش فاهم أنا لابس النظارة أنت مبتشوفش بس بس وده مرة تانية كل مرة بنتكلم على الإسلام الشيوخ تعتمد على أن المسلمين هم قطيع من الناس حيمشوم زي ما هم عايزين خليني أشوف الفيديو عايز أقرألكو حاجة الأول قبل ما أنتقل حتة للفيديو اللي جاي ده هو هنا استخدم حتة الاستياد في الماء العكر في معنى آخر لقيته في مقال لأستاذ حسن العطار كده خدت جزء منه حاجة بسيطة عايز أقرأهلكو زي ما هو بيقول كده الصيد في الماء العكر هو مثل قديم يتكرر على الألسان عبر الزمان والمكان الأصل في المثل هو محاولة البعض خلق الفتن وإيقاع الخلافات بين الناس أوكي وتجيير كل شيء لصالحهم فالماء العكر لا يتواجد فيه سمك وإنما ضفادع وأفاعي ومن يصطاد فيه لا يجد ما يأكله حيث إنه مجرد إهدار للوقت وإقاع ضرر للآخرين أنا بس بحذر إنه الاستياد في الماء العكر هنا حاصل عن طريق هؤلاء الشيوخ يخلوا الدنيا تتعكر كده فما تبقوش إنتوا شايفين الماء اللي إنتوا ماشيين فيها دي إيه لكن في الآخر أنا مع الراجل ده بيقولك إنه هتلاقوا بقى إيه الضفادع والأفاعي فيها هتلاقي حاجة لإلدعك هتلاقي فيها شيء مغير للواقع خليني أشوف الفيديو الأخير ده من 2011 وإحنا شغالين في الهوس ده وقولك إحنا كده إحنا خارجين ننور الناس ونحارب الإرهاب أقسم بالله دول يزرعون الإرهاب في نفوس الشباب ما هو لما كل داعش ما تطلع تعمل عملية تلاقي واحد زي يسين والله صاد يطلع يقول معلش يا جماعة أصل داعش بتعمل اللي في الكتب الشاب الصغير اللي طالع ما يعرفش حاجة يا عم هاني حيطلع وعايز يتدين والدين ده خلي بقى فطرة في النفوس حيطلع حيلاقي الإنسان المثقف اللي المفترض النشيك ولطيف وجميل بيقول له داعش بتطبق اللي في الكتب إيه بقى هيعمل إيه فقولك إيه بقى داع الحق مع داعش شايفين الكارثة؟ ده بقى بص العصفورة وده بقى اللي بيعمل انحراف علشان تبص للناس اللي بيناهدوا الفكر الإسلامي الإرهابي على أنه هم اللي بيؤيدوا الإرهابيين أنا عايزة أوريكم مسأل عملي لأنه خلاص وقت الحلقة انتهى عايزة أوريكم مسأل عملي على مين اللي بيؤيد الإرهابيين ويؤجج مشاعر الناس كل يوم تويتات الشيخ عبدالله رشدي يعني اخترت لكم منهم خمسة ستة كده كل يوم الصبح لا تجعلوا معركة ترامب تلهيكم عن الانتصار للنبيكم فكل شيء عندنا في مرتبة تانية إلا رسول الله كل يوم الصبح يروح باعت حاجة قبل يصبحكم ويمسيكم اللي بعدها استمروا في الانتفاض وإلا رسول الله وهنا بقى إيه نعلقت على التويتة دي لا تهنوا ولا تحزنوا الله معكم وإن يتركوا أعمالكم وإيه إلا رسول الله ما قال لهمش بقى إنه لا تهنوا ولا تحزنوا ولا تسلموا سيبها لهم مفتوحة بقى كده بس إيه ربنا مش هينسالكم الأعمال بتاعتكم قوموا إلا رسول الله كل يوم عندك تويتة زي كده اللي بعدها مستمرين في الانتفاض لنبينا وعدم القبول والمساس برسولنا تنتهي حرياتكم مش عارفة إيه عند حدود الآخرين نقول لنفسك يا أخي يعني إنت جاوزتم وفقدتم الأدب واثرتم الغش ونشرتم العداء إلا رسول الله أجج بقى الناس أجج الناس اللي بعدها الإمام الأكبر الإساءة للإسلام بقى مش بس هو مش هيقولك لوحده رح عامل تويتة بتاع إيه الإمام الأكبر بتاعه اللي بيقول بقى إنه ده انقلاب من كل قيود المسئولية ومش عارف إيه وتأجيك اللي مش عارل الناس شوفي التويتر اللي بعد كده حاجات بسيطة كده يعني دي إنت لما تسمعها بقى كمسلم إذا لما نقف من أجل نبينا روح بقى فعص جبنا لفاشكري وفضي اللي مش عارف إيه وإحرق عربيتك اللي انت دفع فيها تمن دم قلبك ودفعت فلوسها خلاص احرقها عشان فرانساوي وبعدين بقى إيه اطلع زي الرجل التونسي اللي عدى بحار علشان يروح يقتل الناس في كنيسة أشوف بقى اللي بعد كده أنا خدت المثل ده من الدكتور خالد منتصر يعني اقروا التويتا براحتكم لكن أنا عايزة أقول حاجة إنه العلمانيين اللي بيتكلم عنهم الدكتور خالد منتصر دائما هم من تكلموا ضد الإرهاب شفنا التويتا الأولانية اللي حط فيها على طول الإرهابي بتاع النمسا ومعظم الناس اللي بتتكلم ضد الإرهاب الإسلامي هم اللي كل يوم بينشروا تويتا يقولوا فيها انتبهوا للفكر الداعيشي لا تتقبلوا مع هذا الفكر لا تقبلوا هذا الفكر فكر لنفسك لكن الشيوخ هما إما في صمت أو في حال التأجيج زي كده فلا تلقي علينا مشاكلك الإسلامية والفكر الإرهابي ده يجب أن يكون هناك فيه التوبة عنه خليني أقول أنه السؤال الأخير اللي بنقوله أنه هل المسيح قال إن إحنا يبقى عندنا كمسيحيين دين ودولة؟ أبدًا المسيح قال إعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لا صحيح ولكن علمنا أنه إحنا نكون أشخاص مسؤولين نحب نساعد على السلام نكون أدوات سلام ونكون أدوات إلى توصيل الناس لمعرفة الله دي كل مسؤوليتنا ملناش بقى إحنا فيه الكلام اللي حضرتكم بتقولوا ده ربنا يرحمنا ويعني يتدخل في الموقف اللي إحنا فيه في العالم الآن وإلى اللقاء في الحلقة القادمة